السياحة هي واحدة من أكثر مصادر الدخل القومي بالنسبة للوجهات السياحية في العالم والدول التي تحظى بمعدلات زيارة مرتفعة تكون لديها أفضلية كبيرة بالنسبة لتنوع اقتصادها في هذا العرض الذي عده لنا زميل بشار الجرعات لنلقي نظرة على الوجهات التي كانت الأكثر زيارة خلال 2016 بداية بنكوك طبعا تايلند والارتفاع بالنسبة لهذه المدينة 21.5 مليون زائر خلال العام الماضي لندن كانت في المركز الثاني 19.900.000 زائر ثم باريس في المركز الثالث 18.000.000 زائر ودبي 15.3 مليون زائر في 2016 ثم نيويورك 12.8 مليون زائر هذه هي المدن التي تتصدر الوجهات السياحية والزيارات في العالم الأكثر انفاقا بالنسبة للزوار كانت دبي في المركز الأول 31.300.000.000 دولار هو إجمالي الانفاق داخل دبي من قبل الزائرين بالنسبة لندن 19.8 مليار هو معدلات الانفاق نيويورك 18.5 مليار بانكوك 14.8 مليار وتوكيو 13.5 مليار دولار إذن دبي تتصدر القائمة بالنسبة للنفقات للسياح والزوار ماذا عن الأغراض بالنسبة لدبي الزائرين أو الزائرون في دبي يذهبون إلى دبي لأكثر من هدف 80% من الزائرين في دبي يأتون للترفيه بالنسبة للأعمال هناك 20% من الزائرين يأتون لغرض العمل التوزع انفاق الزوار 9% على المواصلات 15% على الطعام والشراب 18% على الخدمات المحلية والإقامة بشكل عام 28% التصوك يستحوذ على الحصة الأكبر من النفقات 31% نتحدث عن دبي أكثر الوجهات زيارة وانفاقا في دبي خلال 2016 كما تظهر الأرقام يعني تأتي من الدوحة مليون ومئة ألف زائر ينفقون مليار وتسعمائة مليون دولار ثم لندن انفاق أربعة مليارات دولار الكويت ومليار وسبمائة مليون دولار ثم جدة ثم الرياض هذه هي الوجهات الأكثر انفاقا بالنسبة للزائرين الذين يأتون إلى دبي أهم عوامل جاذب الزوار في العالم بشكل عام طبعا الابتكار في تلبية احتياجات الزوار وهذا ما نلاحظه في الدول الجاذبة لهذه الزيارات السياحية ثم مراعاة التفضلات الديمغرافية المتغيرة للسياح وطبعا بطبيعة الحال ضمان الحكومات الاستمرارية التنمية الذكية ونمو المستدام في هذه المدينة كل هذه العوامل تحتاج إلى تطوير بشكل مستمر حتى تستمر هذه الدول دائما وهذه المدن في جذب السياح ومعادلات زيارات مرتفعة ترجمة نانسي قنقر